بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نكمل وضع دروس مادة التاريخ لأسنة الثالثة متوسط وكنا في المواضيع الماضية قد تكلمنا على نشأة الدولة العثمانية وتترقنا أيضا لتوسعاتها وكيف ضمت أجزاء من أوروبا ومن العالم العربي وفي هذا الدرس إن شاء الله الدرس الوضعية الثالثة والأخيرة من المقطع الأول سوف نتكلم عن العلاقات الخارجية للدولة العثمانية سواء مع الدول العربية أو مع الدول الأوروبية ونبدأ الدرس بالعلاقات مع الدول العربية فقد أقام العثمانيون علاقات طيبة مع البلدان العربية منذ ظهورهم حتى نهاية القرن الخامس عشر ميلادي إذن هذه الفترة التي لم يتم فيها ضم البلدان العربية بعد كانت علاقات طيبة بين الدولة العثمانية والدول العربية وفي نهاية القرن الخامس عشر ميلادي بدأت الدولة العثمانية ضم الدول العربية سواء في المشرق أو في المغرب العربي فعندما ضموا إليهم هذه البلدان كانوا يتبادلون الرسائل والوفود والهدايا والوفود هي مجموعات من الأفراد تنتقل من دولة إلى دولة لتبادل المواضيع والثقافات المختلفة كذلك قدم العثمانيون الصداقات للفقراء العثمانيون كانوا يقدمون الصداقات للفقراء خاصة في الدول الفقيرة المسلمة وتعاونوا مع البلدان العربية عسكريا كتعاون الأسطولين الجزائري والعثماني في معركة نافرين سنة 1827 ميلادية ضد تحالف الأساطيل الأوروبية معركة نافرين هي معركة قامت بين الأسطول العثماني والجزائري ضد الأساطيل الأوروبية ونافرين هي مدينة تقع في اليونان وقد تحطمت في هذه المعركة معظم السفن الحربية في ذلك الوقت الجزائرية والعثمانية واغتنمت فرنسا هذه الفرصة بعد أن اتخذت حادثة المروحة وسيلة لمحاصرة الجزائر واحتلالها حادثة المروحة التي وقعت في 29 أفريل سنة 1927 وحصلت فرنسا الجزائر في جوان سنة 1827 إلى غاية 5 جولي 1830 واحتلت الجزائر لتدخل الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي وهذا ما سوف يدرسه التلميذ في السنة الرابعة بإذن الله تعالى إذن نعود إلى موضوعنا ونتكلم الآن على العلاقات مع الدول الأوروبية وقد مرت العلاقات العثمانية مع الدول الأوروبية بمرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة القوة للدولة العثمانية ما بين القرنين الخامس عشر إلى الثامن عشر ميلادي وتميزت بالعداء الشديد للعثمانيين والمواجهات العسكرية من قبل القوى الأوروبية بذلك الوقت خاصة النمسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وذلك لتصديها رفقة الأسطول الجزائري للقرصنة الممارسة في حوض البحر الأبيض المتوسط إذن الدول الأوروبية كانت لها سفن تقوم بقرصنة سفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط كذلك هيد المسلمين في الأندلس خاصة بعد سقوط آخر مدنها غيرناطة سنة 1492 وتعرض كذلك سواحل المغرب العربي للغزوين الإسباني والبرتغالي ففي ذلك الوقت تعرضت سواحل المغرب ومدن المغرب خاصة في الساحل لغزو الإسباني والبرتغالي وسوف نتكلم على ذلك إن شاء الله في المقطع الثاني كذلك توسع العثمانيين في أوروبا وفتح القسطنطينية وكنا قد تكلمنا على ذلك فتح القسطنطينية سنة 1453 إلى جانب هذا العداء كانت هناك مصالح تجارية مثل ما حصلت فرنسا على امتيازات وصفقات سياسية ودينية واقتصادية في أقاليمها مثل سيد المرجان بالجزائر وشقنات سويس بمصر المرحلة الثانية هي مرحلة ضعف الدولة العثمانية ما بين القرنين التاسع عشر والقرن العشرون ميلادي وبعد مؤتمر برلين سارعت فرنسا وبريطانيا إلى تقسيم أملاك العثمانيين وسميت في ذلك الوقت بتركة الرجل المريض ويقصد بها الدولة العثمانية بعد ضعفها وتم فيه استعمار الدول العربية بسبب تراجع وضعف قوة العثمانيين وننوه هنا إلى أن هناك مؤتمرين مؤتمر برلين الأول سنة 1878 ومؤتمر برلين الثاني سنة 1884 برلين مدينة في ألمانيا ويستطيع التلميذ الرجوع إلى المؤتمرين فهم متوفرين كليهما على القناة بأكثر تفصيل لما نتكلم على العلاقات مع الولايات المتحدة امتازت العلاقات العثمانية مع الولايات المتحدة بالعداء والحروب خاصة حين أجبرتها الدولة العثمانية مثل الدول الأوروبية بدفع لتوات مقابل حماية أساطيلها في البحر الأبيض المتوسط وتضارب المصالح في أوروبا وهزمت الولايات المتحدة في شواطئ طارابلوس على يد الأسطول البحري العثماني إذن نستخلص هنا أن العلاقات العثمانية مع الدول العربية كانت علاقات طيبة وعلاقات عاون ونضيف أن الدولة الوحيدة التي لم تقبل الضم في المشرق الدولة العثمانية لها هي اليمن والدولة كذلك في المغرب العربي التي لم تنظم للدولة العثمانية هي المغرب الأقصى كذلك نستنتج أن العلاقات العثمانية مع الدول العربية ميزها العداء الشديد والتنافس وكثرة الحروب وهذا لم يمنع أن كانت هناك بعض المصالح والامتيازات مثل الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لفرنسا إذن في الأخير ننتقل إلى إدماج جزئي التعليمة ما هي نتائج العلاقات الخارجية للدولة العثمانية ما هي نتائج العلاقات الخارجية للدولة العثمانية وهنا نحاول أن نذكر بعض النتائج السلبية وبعض النتائج الإيجابية من النتائج الإيجابية للعلاقات الخارجية للدولة العثمانية الاستفادة من الإتعوات فقد كانت الدول الأوروبية تقدم للدولة العثمانية مبالغة مالية نتيجة حماية سفنها في البحر كذلك تبادل المنافع مع الدول الأخرى سواء التعاون العسكري أو التعاون الاقتصادي هذا أيضا عنصر إيجابي كذلك من العناصر الإيجابية حماية المسلمين من الاثهاد الصليبي فبعد سقوط الأندلس تعرض المسلمون إلى ظلم واثهاد وقتل وفرع الكثير منهم إلى سواحل المغرب العربي وساعدتهم الدولة العثمانية والأسطول الجزائري في ذلك الوقت ونقلوهم بعيدا عن هذا الخطر ومن النتائج السلبية الدخول في استدامات مع الغرب المسيح فالدولة العثمانية منذ نشأتها تقريبا وهي في عداء مع الدول الأوروبية وهنا يظهر العداء المسيحي للدولة العثمانية في ذلك الوقت باعتبارها حاملة لواء المسلمين أيضا من النتائج السلبية للعلاقات الخارجية للدولة العثمانية عقد مؤتمرات تأمرت فيها دول الغرب المسيحي على الدولة العثمانية مثل العديد من المؤتمرات نذكر منها مثلا المؤتمر برلين سواء المؤتمر الأول سنة 1878 أو المؤتمر الثاني سنة 1884 ميلادي وفي الأخير نتمنى النجاح للتلميذ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته